اشتركوا في القناة التواصل الاجتماعي على الامطار التي تساقطت في العديد من الولايات اين عاشت في الساعات الاخيرة كل من برج بوري ريج صيف وبجاية وغيرها اوقات صعبة بعد تهات الامطار كانت حذرت منها هيئة الارصاد الجوية لكن بضع ساعات كانت كافية لارتفاع منصوب المياه في العديد من الاحياء حيث تحولت الشوارع والطرقات الى وديان شهرفة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور والفيديوهات اظهرت كيف غمرت المياه الشوارع والمنازل خاصة ولاية برج بوري ريج حيث استسببت اقول في وفاة شخص وشرفت في طريقة سيارات عدة وغمرت الاحياء وطبعا هو ما اثر سخطوها غضب المواطنين حاملين طبعا على السبب على بعض البلديات او مسئولية البلدية على عدم القيام بواجبها بتنظيف قنوات الصرف الصحي طبعا هذه المشاهد نتابعها معا في هذا الفيديو ثم نعود اليكم يا ربي يا ربي اقتلنا الى بعض المكوزة لا تقوم بأسفل يا ربي قلت ان يكون لهذا هذا كله يكون حيث منه لا تقوم بحيث منه يا ربي 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 رطبك يا ربي يا ربي يا الله يا جفوركم يا جفوركم يا ربي يا ربي يا ربي نمشي يا مان نمشي شاهدين الكرام التعليقات جاءت كتاليس لحكتب التنظيف البلعات مهمة البلدية وبمساعدة المواطن هو أيضا لا يرمي الغدولات في الشارع يجب التعاون المثل يقول يد وحدة لا تسفق تعليق أخير من محمد الذي كتب يجب إعادة النظر في البنية إلى البنية التحطية عند إنجاز الطرقات والمشاريع كل العالم يعاني من الفيضانات لكن يكون وقعها أخف من حيث الخسائر المادية والبشرية يجب أخذ الدروس منها هذه الكوارث عفوا والأحولة ولا قوة إلى بالله العلي العظيم شاهدين ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثاني طبعا هز ندال فتاة مكفوفة بعد السرقة حسبها الشخصي مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعاطف نشطاء مع الفتاة وأعرب مئات عن تضامنهم معها ومساعدتها على استرجاع حاسوبها الذي يحتوي على ملفات شخصية ونشرت الشباء أميرة عبيدية المقيمة بولاية تامنة تدوين عبر حسابها على الفيسبوك جاء فيها خوتي سرقولي بيستاعي منظرنا لطاح عنده يقول لي وكيتشعلو يهضر فيه تطبيق صوتي للمكفوفين نقرأ به فيه لدوني توعي بارتاجي وتعيشو وشاهدين الكرام طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرادوا مساعدتها طبعا كما نتابع في هذه الصفحة لدغي غاشاك التي كتبت بعدت لها رسالة لكن لم ترد ربما لكترت الرسائل باش نشرولها بس جديد خالص إذن مشاهدين رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا يوسف الذي كتب ربي عودك أحسن يا أختي وربي خلص في هذا السارق الجبان عاجلا غير آجلا إن شاء الله تعليق آخر كتبها حسبي الله ونعم الوكيل ما تلقوا لا صحيح لا مريد الله ينعلكم تعليق محمد الذي كتبها لا حول ولا قوة إلا بالله من يجعل سرقة هذه الإنسان ضعيف أين يمكن تصنيف ما هي العقوبة التي يستحقها إذن مشاهدين كتبت أخرى وعلقت ربي يهدي لدهولها ويرضلها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يعودك عودا جميلا أختي وينور بصرك وبصيرتك إذن مشاهدين الكرام كانت هذه أبرزة تعليقات بخصوص الموضوع الثاني ننتقل إلى الهاشتاغ الأخير رسالة مؤثرة طبعا فلاح مجاهد يوجه رسالة مؤثرة لرئيس الجمهورية والفريقة والسعيد شنغريحة يحييه ويدافع عن الجزائر في كلمات معبرة لن نطيل عليكم لنستمع إلى ما قال نشكر السلطات المحلية هذه الجديدة الجديدة هذه نقولها رأيقولها الرأس سيتبون وشانغريحة الله يحفظهم الله يحفظهم والله يشد فيهم رأيهم سقموننا البلد الله يسقم لهم يعجلهم أماما فوق الرأس ويسلكهم من الرصاص وولدتنا الشخينة الشخينين والله يحفظهم إن شاء الله ما يحفظ للسان بين الأسنان وانتوما الحكمة الجديدة الله يحفظها رأيسي الوالي هذا رأي قام بنا بالسلطة المحلية نتاعه بالكتاتبية بكل شيء رأينا زارونا في الخلاوات وهدروا معنا مليح وعطونا الضو وعطونا الطريق الله يشد فيهم ويحفظهم الله يحفظ ولادهم ويربي ولادهم ويعجل الخير إن شاء الله وراهم مشاهدين التعليقات بخصوص الفيديو حميدة الذي كتب أحلى كلام وأروع كلام وأغنى من ذهب حفظك الله يا أبي أنا نقولها لك يا أبي ونقول لهم أمين يا رب تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء تعليق عمار الذي كتب ربي يحفظكم ربي يرحم شهداء تحيا الجزائر تحيا الجيش الوطني الشعبي مشاهدين وبهذا التعليق وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج شكرا للمشاهدة